اشتراك في القناة التي هطلت فوق رؤوس العراقيين لتحيل واقعهم جحيما لكن ما لبثت تلك الوعود أن تبخرت بأسرع مما كان متوقعا فوضى في كل شيء بدأت مع أعلان الاحتلال حل الجيش العراقي لتأتي بعدها طبقة سياسية مثلت كابوسا بمعنى الكلمة حيث قضت المحاصصة الطائفية على ما تبقى من معالم الدولة ومؤسساتها بعد أن حصدت أرواح مئات الألوف من العراقيين وشردت أضعافهم تراجع العراق عقودا إلى الوراء في كل ميادين الحياة انهار الأمن الذي كان فيه العراق مضربا للمثل ولم يترك الاحتلال ميدانا من ميادين الحياة إلا وفتكبها فتدهور النظام الصحي بشكل شبه كامل وتراجع التعليم ليصل إلى مستويات لم يعد معها داخلا في التصنيف العالمي ولو في مراتبه المتأخرة خدمات صفرية وقضاء مسيس تكميم للأفواه وتقييد للحريات حرب العراقيون في أعناقهم وأرزاقهم مدن دمرت بكاملها وأصبحت خرابا بعد أن هجرها أهلها تحت وطأة المعارك التي جلبتها شهوة الثأر والانتقام لعقد تاريخية تحركها الجارة المتربصة على الحدود الشرقية فقد سلمت أمريكا العراق لإيران على طبق من دم وأحالت بلاد الرافدين قاعا صفصفا تعبث بها الأجندات المريضة وتتقاذفها السياسات الطائشة التي أدخلت العراق واحدة من أكثر حقبه سوداوية وتخلفا